أولاً أوفردوز اللي بتعمل ده طب ما هو يعني هل أنت لو ما عملتش كده حده هيشكك في بنتك وهل اللي مش هيعمل كده هيبقى مش شريف وعفيف هل أنت استثناء هل بنتك استثناء ما ينبغي أن يكون الإنسان بيحافظ على شرفه عفته وجسمي ده ليه حرمة حتى الأجانب يعني في جنوب إيطاليا وجنوب اليونان الناس بتحافظ على عزريتها وبعض الأمريكيات كذلك فأنت مش بتعمل حاجة مش موجودة في الكون يعني هو ده الطبيعي سوى هنا يمكن الزفة دي علشان هي اتجاوزت الخميس وطلقت الجمهة ما هيدي بقى هنا العقدة يعني أنتوا عملتوا زيتا وصنبليتا والشريفة العفيفة تاني يوم طلقها بسبب أنه شاكك في رزريتها ما هي هنا فيه تمام يعني شوفي لو فيه زابط بوليس قاعد هو خطوة جابت خطو لو فيه زابط بوليس قاعد يقولك أنا شامم أني فيه حاجة هنا غلط ففهم إزاي فكان ممكن جدا ما نعملش كل يعني ما الطبيعي جدا إنها تبقى بنوطة وطبيعي جدا تبقى شريفة وعفيفة يعني ما يبغي أن يكون ومن غير هيسة وزنبريتا كانت ممكن الدنيا تعبدي على خير إنما إيه ده الزفة؟ دي زفة المحمل بالضبط اللي كانت جدتي بتحكي لي عنها أي يعني حيكفهمها أصدق أي أي وبعدين مش دي كلها تكلفة وعطلة وإهدار للوقت والجهد والفلوس والبنت رافعة الشالد أنا عايزة أقولك والسمعة والسمعة آه تقرير الطب الشرعي معنا يا شباب ده كان لي لازمة ده كله آه وبالآخر هيعمله صلح وقعدة عرفية هو في القعدة العرفية دي تنفع في العرض تنفع بعد التشكيك في العرض القلوب هتصفى يعني ليه؟ علامات استفاة أي يعني أنا شايف الموضوع ده فيه علامات استفاة مش علامة واحدة قلت تتكلمي على الشال آه الشالد ده اللي هو رمز العفة يعني في الأرياف آه تمام آه فعلم الاجتماع رمز العفة لأنه ده اللي بتعمل عليه العرض والحاجات القديمة قوي مع أن يعني هي لبسة عادي زي أنا ولبسة مفيش أي حاجة وبلدين ليه شلح على كتفه ممكن يعطف عربية يعني ليه تتشلع على كتفه يعني هو فيه إيه؟ يعني هي ليه أنت خارجها يعني عملها استثناء أي هي مش استثناء يا زي زي أي بنت في القرية وده مش هتكامل شايفاء مكيد في مكيد مبين زوج وزوجة أو عيلة وعيلة عيلة وعيلة قبيلة وقبيلة يعني لأن ده يخلينا نروح لفكرة عادتنا والتقاليدنا والثقافتنا اللي محتاجة إن وجهة نظرك عادة نظر في بداية الجواز أنا قاسة بس عايزة أقول على الحتة دي دي مش من عادتنا والتقاليدنا نحن نزف العروسة ونقولوا الشفيفة العفيفة لا طبعا أكيد دي بقى إنت لا أتكلم على سلوك مقدمة تمام دي بقى إنت بتتعمل اللي هم يوم الصباحية ومش بيعملوا زفة أي بيزغرطوا وبيطلعوا الشيال ده بس أي إنما كده لغاية دلوقتي في بعض القرى في البعض لأنك إنت لسه عندك حاجة اسمها التراص والعرف والعدات والتقاليد ودي من ضمن الثقافة الثقافة هي ذلك لكل المركب من العادات والتقاليد واللغة والعرف فالثقافة ولا تتغير بسهولة حضرة تتغير كل أربع ثواني يجي اختراع جديد أي لكن الثقافة بتاخد وقت طويل فمازال بعض الناس متمسكين بهذه العادة أو هذا العرف لكن اللي هو عمله الأب أو العيلة بتاعت العروسة يعني عشان كده هو مش شوف تقول له حسن حتى بعيدا ده عن العرف والعدات ده بعيدا ده اختراع ده اختراع ده تريند بقى بصي بقى ده ما دخلنا في التريند حصلتنا فضيحة وعاوزوا بالله والتريندات كتير بتعمل فضائح ما هو علشان أعلى مشاهدة بس قلب السحر على السحر والله ما استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك حقيقة ده أي إنسان بيقول الكلمة دي بذات في ثقافتنا طيب ده برضو داخل في حتة ان احنا عندنا ثقافة الزواج أو الأعراف في الزواج اللي هو أعمل أي حاجة ألفة النظر أصرف كتير مش على قدي ما هو احنا بحتاجين نتكلم تمام هل عندنا تبقى اللي حضرتك قلتي ما زال لغاية النهاردة وبموروسه لما يجي حد يجاوز في الصعيد أو في المناطق الشعبية حتقوليني الفرق إيه أو في الريف سيبك من المدينة دلوقتي نتلم المدينة على المناطق الشعبية في ثقافة غلط في عادات وتقاليد غلط في عارف غلط فبالتالي أنا من بداية الاختيار ممكن يبقى غلط أو بعد مختار في حاجات لازم أجيبها وأنت أجيبيها أنا لازم مش عارفة علي عليكي والمئة ملاي ما زال موجود طبعا موجود في بعض الأسر كتير وفي كل حتة مدينة في الريف في الحضر في الصعيد موجود لأن الصعيد معظمها قبائل معظمها عائلات كبيرة معظمها وفيه برضو الصعيد نسبة الفقر فيه عالية فالكل بيقلد الكل عايز يبقى الفقر يخليني أبقى على قد إيدي ولا يخليني أستلف وتسجن وتوابع الديو استلف استقفة دي موجود هي دي واستلف والدين واروح بستين داحية بس داخل البنت مستورة ويعني ما هو بقى ده المفهوم ده بقى المفهوم الخطأ